أروح مع حضراتكم لتصريحات كلام كتير طبعاً كان على بيرسي تاو وما فيش شك أنه اللاعب ده عنده من الإمكانيات والمهارات الكتير وأعتقد أنه من الممكن جداً لو وفق لأنه عامل التوفيق مهم جداً 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 في عملية انتقال أي لعب لأي نادي لو وفق بيرسي تاو أعتقده ممكن يكون أهم صفقة ويكون واحد من أهم اللاعبين في الموسم اللي جاي في الدوري المصري كلم الحقيقة بيرسي تاو وناس كتير كان بتتكلم فكرة الداون جريد دي إزاي اللاعب يلعب في إنجلترا ويجي يلعب في أفريقيا وإزاي اللاعب يلعب في برايتون ويسيب برايتون ويسيب كل أندية أوروبا ويجي يلعب فيه النادي الأهلي لكن الحقيقة يمكن التصريحات اللي احنا هنعرضها لحضراتكم واللي اتكلم فيها بيرسي تاو صحيفة كيك اوف الجنوب الأفريقية تكشف لحضراتكم عن عقلية اللاعب والحقيقة يمكن دي واحدة من أهم عامل نجاحه بدايةً هو قال إنه السبب الأساسي السبب الواضح والصريح بعد ما كان بيلعب في برايتون هو قلت مشاركته وإنه اللاعب عنده رغبة جيدة جدا في إنه يلعب ما تفرقش معاه اسم الدولي ما يفرقش معاه اسم النادي طالما مش بيشارك ومش بيلعب واتكلم إنها خطوة كانت مفاجأة ليه هو شخصية انتقاله للنادي الأهلي كان خطوة مفاجأة لكن الحقيقة هو عنده أمل كبير جدا في إنه هو ينجح أو يخد تجربة نكحة مع النادي الأهلي اتكلم على تجربة باكماني لأنه يمكن المراسل الصحفي سألوا على تجربة باكماني وإنها كانت تجربة طبعا باكماني لعب جنوب أفريقي اللي كان بيلعب في النادي الأهلي وما استمرش فترة طويلة قال اتكلم معاه عن التجربة دي وقال هل انت تواصلت مع باكماني وهل ما خفتش من تكرار نفس التجربة مرة تانية قال لا الحقيقة إنه هو ما تواصلش مع باكماني وإنه هو يعني تربطه علاقة صداقة به لكن القرار ده كان قراره لوحده قال بعد ما تفتح باب الانتقالات حاول النادي الأهلي يتواصل معاه في محاولة طبعا لإقناعه إنه هو ييجي مصر وبالنسبة له كانت مشاركته هي العامل الأساسي في انتقاله لنادي الأهلي رغبته في انه هو يلعب رغبته انه هو يكون مشاركه موجود وبالتأكيد طبعا فيه عامل تانية لكن هو مش هيكلم أو مش هيكشف التفاصيل الخاصة بالعامل التانية اللي سهمت فيه إقناعه بالانتقال للنادي الأهلي اعتقد طبعا المشاركة في بطولات إفريقية وتحقيق النادي الأهلي اللي آخر لقى بينا على مستوى دوري الأبطال مشاركته في كاس العالم الأندية وتحقيقه البرونزية المشاركة إن شاء الله اللي جاي في كاس العالم أيا كان تاريخها وأيا كان مكانها اللي مش واضح لغاية دلوقتي بالتأكيد عامل سهمت بشكل كبير موسيماني بعتقد كمان وجود موسيماني على رأس الجهاز الفني للنادي الأهلي لأنه اللاعب ده لعب مع موسيماني فترة طويلة جدا أعتقد أكتر من ميت ماتش لعبهم تحت قيادة موسيماني لما كان بيعها في سانداونز كلها عامل حقيقة ساعدت على انتقاله للنادي الأهلي موسيماني بشكل كبير